اشتركوا في القناة لمبادرات جلالته الانسانية الكريمة في مختلف الميادين والمناسبات مشيدا سموه بتوجيهات جلالته في توفير الرعاية للمواطن البحريني واكدا حرصت جلالته على تعظم الجهود وتكاملها للوقوف مع الشباب في بداية حياتهم ومساندتهم في سبيل توفير الحياة الكريمة المستقرة لجميع افراد الشعب البحريني الكريم جاء ذلك بمناسبة حفل الزواج الجماعي التاسع الذي نظمته مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الانسانية بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لصالح 1200 شاب وفتاة الذي يقيم بجامعة البحرين حيث يعد هذا الاحتفال الاكبر الذي تنظمه وتدعمه المؤسسة في مملكة البحرين حضر الاحتفال سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد الانهيان سافير دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين وأسمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظة المحافظة الجنوبية والأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية سعادة الدكتور مصطفى السيد وسعادة محمد الخوري مدير عام مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الانسانية بدولة الامارات كما أشهد أسمو الشيخ ناصر بن حمد بعمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا متمن جهود ودعم مؤسسة خليفة بن زايد الانهيان للأعمال الانسانية في دولة الامارات الشقيقة وتعاونهم لمساندة الشباب البحريني مؤكدا أن تنظيم هذا الاحتفال الضخم للعام التاسع على التوالي يعكس قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين التي أسسها الآباء والأجداد منذ القدم وأن مملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بلد واحد وشعب واحد كما قدم اسموه أصدق التهاني والتبركات إلى المشاركين في هذا الحفل دعينا المولى عز وجل أن يوفقهم لبناء أسرهم السعيدة المستقرة التي يسودها الود والحب والاحترام من جانب عرب سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد ألنهيان سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين عن سعادته بتشريف اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لحفل الزواج الجماعي التاسع مشيرا إلى فخره بالبرامج والمشاريع التي تنظمها وتدعمها مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بشكل مستمر في البحرين ومن ضمنها حفل الزواج الجماعي الذي استفاد منه حتى اليوم قرابة الستة آلاف شاب وشابة وتمنى سعادة السفير أن تتكلل المشاريع المشتركة بين المؤسسة الخيرية الملكية ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بالنجاح وتشهد المزيد من التطور في العديد من المجالات رافعا التهانية للشباب المحتفى بهم ومتمنيا لهم حياة زوجية سعيدة في ظل الرعاية التي توفرها لهم مملكة البحرين تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى من جانبه توجه سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية بخالص الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية على اهتمام جلالته ورعايته الكريمة للعمل الخيري والإنساني داخل وخارج البحرين وتقديم مختلف أنواع الرعاية لأبناء البحرين واهتمام جلالته بالشباب باعتبارهم أساس التقدم والنهضة والارتقاء كما توجه بالشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على دعم سموه الكريم لهذا الحفل المبارك موسيقى 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 سعيد جداً أنا شارك في احتفال الزواج الجماعي لألف ومائتين زوج وزوجة هاي زواج تاريخي في البحرين ويعتي ضمن اهتمام سيديات الملك بإدخال الفرحة إلى قلوب الشباب والدعم مستمر للمؤسسة الخيرية الملكية في جميع الأعمال الإنسانية والخيرية داخل وخارج المملكة في هذه المناسبة لازم أسجل تقديري لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على دعمه عن طريق مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية جزيرة شكر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة على رعاية الكريمة لحفل الزواج الجماعي التاسع في مملكة البحرين الشقيقة وودنا أيضاً أشكر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الحمد لله اليوم عدد المعاريس 1200 مع رسوع روس من حوالي 9 سنوات إلى اليوم بلغ عدد المستفدين من الزواج الجماعي 5926 مع رسوع روس أحب أن نوجه شكر خاص حق سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الله يحافظه وحق المؤسسة الخيرية الملكية في مملكاتنا ومملكة البحرين وشكر خاص أيضاً حق مؤسسة خليفة بن زايد طبعاً على دعمهم للشاب أن يقبل على الزواج طبعاً نشكر مؤسسة خليفة بن زايد لأعمال الإنسانية لقيامهم بهذه المبادرة الطيبة هذه اندل يدل على قوة ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين مملكة البحرين في دعم الشباب في دعم الجيل الناشئ لانطلاق في حياتهم الزوجية طبعاً من هذه المناسبة أقدم شكري لمؤسسة خليفة بن زايد حفظه الله والمؤسسة الخيرية الملكية على سمسو الشيخ ناصر وهذا طبعاً نكون شاكرين طبعاً لجميع من قام بها دعم ورعاية هذه المناسبة ترجمة نانسي قنقر